بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بإذن الله تعالى في هذا اليوم وفي هذا الدرس سنأخذ مقطعا جديدا من الصورة المباركة صورة الفلق وسبق أن أخذنا من الآية الأولى وحتى الآية الثالثة وطلبنا منكم حفظ هذه الآيات المباركات اليوم بإذن الله عز وجل سنعيد ما أخذتموه في الدرس الماضي إضافة إلى الآية الرابعة من هذه الصورة المباركة أخواني وأخواتي قبل أن نبدأ في درسنا اليوم دعونا أولا نتذكر وننظر إلى آداب تلاوة القرآن الكريم ونتذكرها سويا فقد ذكرنا أن من آداب تلاوة القرآن الكريم أن يكون الإنسان على أحسنتم نعم على الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء وكذلك الطهارة من الحدث الأكبر أيضا ذكرنا أن من آداب تلاوة القرآن الكريم الاستعاذة والبسملة أن يستعاذ الإنسان من الشيطان الرجيم بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي ابتداء الصورة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهذا من الهدي النبوي أيضا من آداب تلاوة القرآن الكريم الترتيل وحسن القراءة وهذا أيضا من الهدي النبوي وقد أرشد الله إليه بقوله ورتل القرآن ترتيل أيضا من آداب تلاوة القرآن الكريم التدبر وفهم الآيات وهذا أيضا من الهدي النبوي الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن استمعنا إلى آداب تلاوة القرآن الكريم دعونا الآن إخواني وأخواتي نتذكر فضل صورتي الفلق والناس مر معنا في الدرس الماضي هذا الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وفي رواية أنزل أو أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط المعوذتين فهذا الحديث فيه دلالة على فضل هاتا على فضل هاتين الصورتين صورة الفلق وصورة الناس أيضا دعونا نتذكر سبب نزول صورتي الفلق والناس فقد روى زيد بن أرقم رضي الله عنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود قال فاشتكى فأتاه جبريل فنزل عليه بالمعوذتين وقال إن رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان قال فأرسل علي فجاء به قال فأمره أن يحل العقد وتقرأ آية فجعل يقرأ ويحل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أنشط من عقال قال فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع به قال ولا أراه في وجهه إذن هنا نتذكر سويا سبب نزول صورتي الفلق والناس وأن هاتان الصورتان بإذن الله عز وجل فيها حماية للإنسان من شرور شياطين الإنس وأيضا من شياطين الجن دعونا الآن ننتقل إخواني وأخواتي إلى صورة الفلق واليوم بإذن الله عز وجل سنأخذ من الآية الأولى وحتى الآية الرابعة سبق أن أخذنا من الآية الأولى وحتى الآية الثالثة واليوم بإذن الله عز وجل سنضيف آية أخرى وهي الآية الرابعة فالمطلوب منكم إخواني وأخواتي هو حفظ هذه الصورة من الآية الأولى وحتى الآية الرابعة كما عودناكم سأقرأ هذه الآيات ثم بعد ذلك نستمع إلى القارئ وهو يقرأ هذه الآيات ثم بعد ذلك بإذن الله عز وجل سنتكلم عن معاني هذه الآيات المباركة إذا نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق 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 ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 بارك الله فيكم إخواني وأخواتي إذن اجتمعنا الآن إلى درسنا اليوم وهو من الآية الأولى وحتى الآية الرابعة الآن سننتقل إلى القارئ كما عودتموني دائما بحسن الاجتماع والإنصات وكذلك أيضا بالتكرار والترداد مع القارئ حتى بإذن الله عز وجل يسهل عليكم حفظ هذه الصورة المباركة إذن نبدأ مستعينين بالله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد 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 قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد 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 قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد الله فيكم إخواني وأخواتي وأشكر لكم حسن الاستماع والإنصات الآن سنرجع إلى الآيات المباركات وسننتقل إلى معاني الكلمات المتعلقة بهذه الآيات قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق سبق أن قلنا أن معنى هذه الآية المباركة أي أعوذ وأعتصم برب الفلق والمقصود بالفلق هو ماذا؟ أحسنتم نعم هو الصبح أي قل أعوذ وأعتصم برب الفلق والفلق هو الصبح من شر ما خلق أي من شر جميع المخلوقات وأذاها أي أعوذ وأعتصم بك يا الله يا رب الصبح من شر جميع المخلوقات وأذاها ومن شر غاسق إذا وقب معنى هذه الآية أو معنى الغاسق هو الليل شديد الظلمة الليل شديد الظلمة ومعنى وقب أي دخل ظلامه في كل شيء معنى وقب أي دخل ظلامه في كل شيء ثم قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد أي أعوذ بك يا الله أيضا من شر الساحرات التي ينفخنا فيما يعقدنا من عقد بقصد السحر فهذه الآية المباركة اجتملت على الاستعاذة من أمور ذكرها الله سبحانه وتعالى أول هذه الأمور هو من شر جميع المخلوقات وأذاها ثانيا أيضا من شر الليل ومن ظلمة الليل وما قد يكون فيه من الشر من أذى شياطين الإنس أو الجن أو الدواب ثم أيضا الثالثة الاستعاذة من شر الساحرات التي ينفثنا في عقد السحر بقصد إضرار الناس إذن إخواني أخواتي هذه معاني الآيات التي استمعنا إليها قبل قليل المطلوب منكم إخواني وأخواتي هو حفظ هذه الآيات المباركات من الآية الأولى وحتى الآية الرابعة بإذن الله تعالى في الدرس القادم ألتقيكم بإذن الله على خير وأنتم قد حفظتم هذه الآيات المباركات ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي أخواتي ترجمة نانسي قنقر